السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله النهاردة الفيديو هيكون مختلف شوية هتكون جولة داخل محل الأطفال لأي واحدة بتستعد الاستقبال البيبي يعني أكيد هتستفيد تتفرج شوية على الحاجات الموجودة وإيه اللي مفروض ممكن تشتريه أو ممكن تستغنى عنه طبعا داخل المحلات دي يعني كل حاجة متوفرة ديت عبارة عن بوكسات كده بيبقى فيها كل الطقم كامل وطبعا بقى الكابرتات والسلوبتات والشنط بتاعة البيبي حاجات كثير جدا أنا حاولت اللي أنا أصور كده جزء من المحل وإن شاء الله في آخر الفيديو هوريكوا أنا شتريت إيه دي طبعا للحاجات اللي هي الداخلية ديت لا غين عنها وطبعا المقاسات الصغيرة دي حاجة كده بتفتح النفس حاجات كيوت جدا جدا بالنسبة للأسعار طبعا الحاجات ديت بتختلف ساعات بينزل على بعض الحاجات عروض وأحيانا يعني في حاجات ما بينزلش عليها عروض دايما كده في المحل بيكتبوا تشكيلة جديدة دي مش بينزل عليها عروض أما الحاجات اللي هي بتكون يعني ممكن تكون موسم قبل كده فبينزلوا عليها عرض فأنا بنصحك لو أنت يعني هتستقبلي بيبي ولا حاجة فممكن تشوف العروض أمتى وتنزلي تشتري في العرض بيفرق كتير التواقي بقى والحاجات الجميلة دي زي كده نيو كوليكشن يعني دي تشكيلة جديدة فما فيهاش عليها عروض هنا بيكونوا مجمعين شوية سلوبتات كده مع بعض بيكونوا نفس الشكل والخامة بتاعتهم جميلة جدا وقطن وجميلة وأنا صراحة اشتريت منهم هوريكم إن شاء الله حاجة تحير يعني من كتر جمال الحاجات الفستين الصغيرة بقى والكلام ده اه أنا بنسبالي هنا عشان في جدة وهولد يعني في السعودية فالحر موجود يعني صراحة يعني مش هبقى محتاجة لأنا جيب حاجات شتوية قوي معظم الحاجات اللي أنا جيبتها حاجات خفيفة شايفين فستان جميل ده وديت بقى الكبيرتات والبطاطين بس طبعا الحاجات اللي هي الولاد عشان هي باللون اللبني شوية بس ما بيفرقش يعني معظم الحاجات اللي أنا جيبتها كانت بيضة وروز دي بطاطين بس مش مش تقيلة قوي والشربات الكيوت ديت طبعا أنا ما بنصحش اللي انت تشتري حاجات كتير في السل الاول ده اللي هو المقاس اللي هو من سفر لتلات شهور لان البابي ما شاء الله حجمه يعني بيزيد بسرعة فانت في اول تلات شهور بتشوفي بقى انت عايزة تجيبي ايه حاجات اللي هي بتكون اساسية وبجيبي منها كم قطعة كده لان بعد كده خلاص مش هتحتاجيها خلاص الا بقى لو انت في اول يعني اول خلفة ليكي ونوية بقى تسيب اللبس ده بعد كده ان شاء الله لإخواته يبقى ما فيش مشكلة لو جبتي دي اية الشرط انا صراحة ايه الشرط دي كانت غالية جدا انا طلبت شنطه اونلاين اا من على موقع بس شكلها تأخرت قوي شكلها مش هتيجي في الوقت اللي انا عايزاها ربنستر بقى الشرط اللي كانت معروضة فالمحلات دي كانت غالية جدا طبعا كل لما بتنزلي بقى وتتفرجي على الحاجات دي يعني صراحة بتبقي اعزي شتري حاجات كتير بس اللي بييقيدك الميزانية فانت لازم الاول تجيب الحاجات الاساسية انت اكتب فورا وقلم انت عايزة ايه وايه الحاجات اللي ممكن تجيبيها قم قطعة منها يعني الحاجات اللي هي الاساسية السلوبيتات والبناطيل والحاجات ده لازم تجيبيها والحاجات بها الفرعية تقدري بقى تشوفي حسب ميزانيتك حاجات صراحة شكلها حلوة جدا وشيك جدا وقطن جميلة كده يعني بتفتح النفس زي ما احنا شايفين بقى هبتدي بقى دلوقتي في جزء التاني من الفيديو هوريكو انا جبت ايه اول حاجة جبتها زي ما قلت لكم الحاجات اللي هي داخلية اسلوبيتات اللي قطن دي لا غين عنها فطبعا جايب كزا واحد والمقاس من سفر ثلاثة او اللي هو نيوبورن او حديث الولادة ممكن مش لازم ابيض يعني اه ممكن تجيبي الوان فيه منها قط وفيه منها بنص قم انا صراحة اخترت اللي بنص قم الوان وخامات حلوة جدا دلوقتي بقى في السريعة هحاول هوريكو اه يعني مش هوريكو واحد واحد لان حسيت ان الوقت الفيديو هيبقى طويل فهوريكو كده بسرعة دي سلوبيتات اللي هي بقمة طويل وفيه حاجات منها كانت تلت تربع قم الوانها في منتهى الجمال والبنات صراحة بقى يعني حظوهم حلو جدا زي ما احنا شايفين معظم الحاجات اللي ناجبتها حاجات اللي بنوتا على روز وويت كده جميلة جدا اه ديت برضو بناطيل بنطلون اللي هو بيبقى بشراب كده بيبقى حلو جدا يا بدل ما تلبسي بنطلون وتلبسي شراب وده سلوبيت كامل على بعضه قطعة واحدة بقم وكمان بشراب من دحت بيتفتح كده بالكباسين وطوعا ليه طاقية وكل حاجة يعني اه جزء كامل وده غالبا اللي انا هلبسولها اول ان شاء الله ما تيجي بالسلامة حابنا ده يكون اول حاجة ودي عبارة عن بجامة خفيفة كده قطنية لها كزا قطعة البندلون والطاقية وحتى البفتة ودي برضو زيها ده سولوبيت بس يعني كبير شوية مخدتش بالي من المقاس وقلت يعني برضو كويس لاني يبقى عندي برضو حاجة كبيرة ده من ثلاث لست شهور فده هسيبه على جنب شوية لحد ما من شاء الله تيكبر شوية ده برضو طاقم كامل كده البندلون اللي هو بالشراب ده بقى فستان كيوت عجبني جدا خمته قطن كده ولونه جميل بالنوطة خالص بس برضو مقاسه كبير من تلك لست شهور والسلوبات بقى اللاغينة عنها طبعا حابة كمان اوريكوا البطانية اللي انا جبتها ده شكلها ما حبيتش بقى جيبها روز يعني كده لقيت اللون ده جميل وصراحة ابني هو اللي اختاروا عليها اردو كده ويحب القرود وده شكلها من ناحية تانية خمتها حلوة جدا اللي هو الفرو الخفيفة وده اللي هو ناعم كده وجميل جبت كمان مع البطانية دي جبت اللي هي الكوفيرتا خمتها طبعا برضو قطنية كده وخفيفة يعني الاتنين مع بعض على حسب بقى انا عايزة ايه ودي كانت الحاجات اللي انا جبتها طبعا في حاجات تانية بس يعني في الحاجات الاسسية لسه في حاجات نقصاني بس مش عارفة صراحة هل حق اجيب الحاجة ولا لأ انا صراحة مش قادر انزل تاني فمش عارفة بقى هكتفي بهذا القدر ولا ايه شنطة البيبي ان شاء الله بقتي وصلني بالسلامة لشنطة اللي هي هحط فيها يعني الشنطة اللي كمان هروح بيها المستشفى وكده اتمنى ان شاء الله من اراد الفيديو يكون عجبكو واي اهم ان شاء الله ربنا اقومها بالسلامة وربنا يرزق كل واحدة نفسها في البيبي يرزقها ان شاء الله عاجلا غير اجلا واشوفكو على خير في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة